المترجم للقناة سوف نفعله بأن الناس يختار في نجيريا أو في نجيريا و في جامعة المعبادة المفتوحة بأصيلة لأنها يكون في جميعه في جوبيلتك المعبادة نشاركتنا هذه السنة في دورة جامعة المعبادة المفتوحة بأصيلة في طر الشراكة التي تجمع منتدى أصيلة بكل أطراف معني أعتقد بأنه مهم جدا لأنه الجامعة المغربية يجب أن تنفاتح على كل قضايا التي تهم المغرب وبطبيعة الحال هذه القضية كبرى وأساسية وجوهرية خاصة هذا اللقاء التقافي السنوي لأنه تقال لقاء المبدعين، لقاء الفنانين لقاء أيضا المتقافين والمفكرين من مختلف ربوع العالم حول قضايا مصيرية تهم الشعوب تهم أيضا مختلف الفاعلين في الحق الفكري بأساسا بمعنى أنه اهتمامنا اليوم بقضايا مصيرية كموضوع هذه الدورة وهو الذي يرتبط به هذا التوجه الذي أصبح ربما في بعض الدول الإفريقية الذي ينمي هذه النزاحات الانفصالية فأعتقد بأن موضوع هذه الدورة مهم جدا بالنسبة لنا كمغرب أولا وبنسبة للجامعي المغاربة والمفكري المغاربة من أجل أن يساهموا في إعداد تصورات بديلة لاندماج الشعوب، لانفتاح الشعوب أيضا ولي تجاوز كل هذه النهارات التي لأسف تسدو أمامنا طريق نميا أمام الشباب وأمام أيضا الفاعلين في مختلف بلدان العالم أن يستطيع المعاربة للشعوب ديولان سيدي م. سيد أحمد من الموريتين. وهذا كان جميلة 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 جميلة